نفس المباراة دي ديلفي رجال زيها كان للسيدات بس الاختلاف الرجال في مجموعة ولكن السيدات بلعبوا رايح جاي فمباركة مع ديلفي كانت مهمة جدا وفوزنا الحمد لله 3-0 وطبعا بيقود فريق الرجال منذ طبعا المدير الفني الأسباني وبيقود فريق السيدات كابتن إبراهيم فخر الدين والفرقة فاسد بيعني فوز مريح 25-17 25-11 25-17 وعندنا المباراة اللي جاية مع نادي الشمس عندنا 33 نقطة من 11 فوز 33 نقطة من 11 فوز متتالي وإن شاء الله المباراة اللي جاية مع نادي الشمس ستبقى يوم 8 يناير بإذن الله القادم كابتن إبراهيم فخر الدينلي فلسفة بيشارك كل اللعيبة بيجهز كل اللعيبات يعني دايما بيحاول يكون فرقته جاهزة بشكل جيد وبرضه نفس الكلام الاختبار الحقيقي لسه ما جايش اختبارك الحقيقي هيكون في أفريقيا ومبارايتك مع نادي الزمالك سيدات نتمنى كل التوفيق أكيد لهذا الفريق شغالين كويس ماشيين بشكل جيد ربنا يا رب يحفظ علوم الإصابات نتمنى عودة أيا الشامي كمان أحسن ضريبة في أفريقيا رأى مركز أربعة والحقيقة اللي عملت عملية في كتفها كبيرة وبتخذ العلاج الطبيعي نتمنى إن شاء الله أنها تعود وتلحق بالفريق سواء في دوت أفريقيا أو في مبارايت البلاي أوف اللي هتتلعب أكيد مع نادي زمالك هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر